الحمد لله رب الكون نستمد منه سبحانه العون ونسأله جل وعلا السداد والاستقامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء خذنا فيما مضى حديث عائشة في صفة حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا أن نأخذ ثلاثة أحاديث من أحاديث أمنا أم المؤمنين عائشة وأمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يطاولها يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتغسله وترجله وهي حائض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض قوله كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقوم بتمشيطه وتسريح شعره وهي وقت حيضها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور أي معتكف في المسجد يطاولها أي أنه يجعل رأسه في حجرتها ويجعل بدنه في المسجد يدني أن يقرب لعائشة رأسه وهي في حجرتها فتغسله وترجله أي تسرحه وهي حائض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت يعني وهو معتكف إلا لحاجة لا يستغني عنها قالت وكان يأمرني فأتزر أي تلبس الإزار فيباشرني كما يباشر الرجل أهله من وراء الإزار وأنا حائض في هذا الحديث من الفوائد خدمة المرأة لزوجها كما كانت عائشة رضي الله عنها تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تغسيل المرأة الحائض لزوجها وترجيلها لشعره وفي هذا الحديث أيضا أن المعتكف يجوز له أن يمشط شعره وأنه لا حرج عليه في ذلك وفي هذا الحديث أيضا جواز اغتسال المعتكف فإنه إذا كان يرجل رأسه فالغسل يماثله وفي الحديث أن إخراج المعتكف جزء بدنه خارج المسجد لا يؤثر على اعتكافه ومن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في حجرة عائشة فتقوم بترجيل شعره وفي الحديث جواز اتخاذ الشعر وهذا على الإباحة بعض الناس يظن أن ذلك من السنة وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يتقرب به لله تعالى وإنما فعله من أجل أن الناس يفعلونه فدل هذا على أنه على الإباحة وفي الحديث أن المعتكف لا يغادر المسجد أثناء اعتكافه إلا إذا كان هناك حاجة لا يستغني عنها وفي الحديث جواز مباشرة الحائض من وراء الإزارة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وقد اختلف الفقهاء في استمتاع الرجل من امراته الحائض ما بين ركبتها وسرتها في غير فرجها هل هو جائز أو تلزم باتخاذ الإزار فمنعه الجمهور لهذا الحديث وأجازه الحنابلة قالوا لأنه إنما منع من جماعها لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيضة ولم ينهى عن غير الجماع وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن قولها كان يتكئ أي يجعل حجرها متكأً له يستند إليه وقولها وأنا حائض يعني في زمن حيضها ثم يقرأ القرآن يعني وهو مستند إليها ففي هذا الحديث قراءة القرآن من قبل الرجل وهو متكئ على امرأته أو وهو في حجرها وفي الحديث أيضا وفي الحديث أيضا استدلال بأن الحائض لا تقرأ القرآن وذلك لأنها لما أخبرت أنه كان يضع رأسه في حجرها في وقت حيضها فيقرأ القرآن فدل هذا على أن من المستقر عندهم أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي قلت نعم فدعاني وأدخلني فاتجعت منه في الخميلة وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلني وهو صائم في هذا الحديث قوله بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطجعة أي أنا منسدحة على الأرض في خميصة الخميصة نوع من أنواع الثياب وهو كساء في الغالب يكون من اللون الأسود ويصنع من الصوف إذ حظت أي نزلت عليها الحيضة حينئذ قالت فانسللت أي انسحبت بخفة وخفية بخفة وخفية فخرجت منها يعني من الخميصة فأخذت ثياب حيضتي كانوا يخصصون للحيض ثياباً خاصة لأن تلك الثياب قد يصيبها الدم ودم الحيض لا يخرج من الثياب إلا بعد كلفه فيخصصون للحيض ثياباً خاصة قالت فلبستها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أي ما السبب الذي جعلك تنسحبين من الخميصة أنفستي أي هل جاءك الحيض وكانوا يطلقون على الحيض نفاساً فقالت نعم فدعاني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تعود لتكون معه تحت الخميصة وأدخلني فاضطجعت معه في الخميلة وهي نوع من أنواع ثياب الصوف تقول أم سلمة وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يعني كل منهما يسحب من هذا الإناء فيصب على نفسه ولا يلزم من ذلك أن كل واحد منهما يرى عورة صاحبه قالت وكان يقبلني وهو صائم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أم سلمة وهو صائم ففي هذا الحديث من الفوائد تسمية النفاس حيضاً وتسمية الحيض نفاساً وفيه دلالة على اشتراكهما في الأحكام الشرعية فما يثبت للحيض يثبت للنفاس وفي الحديث نوم الرجل مع امرأته تحت غطاء واحد وفي الحديث جواز نوم الرجل مع امرأته الحائض في فراش واحد وفي الحديث أيضاً اتخاذ ثياب خاصة للحيض وفي عصرنا الحاضر أصبح النساء يستخدمنا الحافظات التي تمنع من وصول الدم إليهن وفي هذا الحديث دعوة الرجل امرأته إلى فراش كما دعى النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمه وفي الحديث اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد وأن ذلك لا يؤثر على طهارة الماء وفي الحديث جواز القبلة للصائم وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم على ثلاثة أقوال مشهورة منهم من منع وقال بأنها من ما يثير الشهوة التي تتنافى مع الصيام وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي عن الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي وذهب آخرون إلى التفريق بين حال الصبي والشيخ فمن كانت تتحرك شهوته بالقبلة منعوه من القبلة أثناء الصيام ومن لا فلا يمنعونه من القبلة في حال الصيام والقول الثالث الجواز لمن أمن من نفسه أن لا يخرج منه شيء من مني أو مذي فمن أمن من نفسه ذلك جاز له لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وقد جاء في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت يعني أن المضمضة مقدمة للفطر ومع ذلك ليست بفطر فهكذا القبلة مقدمة له وليست بفطر وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إني أفعله وهذا وأشار إلى بعض نسائه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه نعم قولها كانت إحدانا يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا ينزل عليها دم الحيض فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها بضم وتقبيل ونحوه أمرها أن تتزر أي تلبس الإزار الذي يكون بين ركبتها وسرتها في فور حيضتها أي في أول الحيضة وفي معظمها ثم يباشرها تقول وأيكم أي لا يوجد أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه يعني حاجته أو قدرته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ففي هذا الحديث من الفوائد تحريم جماع الحائض وأن هذا من المحرمات وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مباشرة الحائض إذا كانت متزرة وهذا بالاتفاق وأما مباشرة الحائض في غير الفرج ما بين الركبة والسرة فقد وقع فيها الخلاف الذي ذكرته قبل قليل وقد جاء قد ورد اختلاف بين العلماء فيما إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض هل عليه كفارة بالاتفاق أنه مذنب وأنه عاصي وأن عليه التوبة فقال الحنابل عليه كفارة وهذه الكفارة دينار والدينار قرابة الأربعة ونصف جرام من الذهب أربعة ونصف جرام من الذهب لورود حديث عن ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من جامع زوجته وهي حائض دينارا أو نصف دينار وفي هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من جماع امراته وهي حائض فلا يباشرها وفيه دلالة على أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض نعم هذا إضافيه مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض بعد لبسها الإزار وفيه دلالة على أن الحائض لا يجوز جماعها وقد استدل به الجمهور على عدم جواز مباشرة الحائض إذا لم تكن تلبس إزارا ولو في غير الفرج وجاز الحنابلة مباشرتها في غير الفرج وأنه لا يلزمها الاتزار مع أن الاتزار أفضل اقتداءا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وأسعدكم الله وجعلكم الله من الموفقين في دنياكم وأخراكم ونستأذنكم في غد وبعد غد وبعده موعدنا القادم إن شاء الله في يوم الجمعة عندنا غدا ندوف في أطراف هذا المسجد فنستأذن منكم